اشتركوا في القناة تكريما لانجازات سموه حفظه الله في مختلف المجالات وقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتقديرا لدور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على شكره وتقديره إلى رؤساء وأعضاء جميع سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص وإلى جميع المواطنين والمقيمين على مشاعرهم الطيبة مؤكدا سموه بأن الجائزة للجميع فهي تكريم دولي لإنجازات صنعها فريق البحرين بروح الفريق الواحد وبعزم على تحويل التحديات لفرص تحقيق مكتسبات جديدة تضاف للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد ذلك نأى مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا بما تحقق فيها من نهضة تنموية شاملة وازدهار وتقدم في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السموة الملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائبي رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع موسيقى موسيقى ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن ما تم تنفيذه من برامج الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية حتى سبتمبر 2021 والخطة التنفيذية للإطار في نسخته الثالثة المحدثة والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن أربع مذكرات تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الرياضية والابتكار والتطوير في موارد المياه وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والخدمات الطبية والبحوث مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعاون مع دولة إسرائيل في مجالات الحوسبات السحابية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مراجعة أداء برنامج التوازن المالي والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية وتأثير جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي وقد ثمن المجلس دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءا من الأول من يناير 2022 مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الخطة اللوجستية في مملكة البحرين والتي تتضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع والخطة المستقبلية للشحن الجوي في مطار البحرين الدولي وإطلاق مركز عالمي لخدمة الشحن البحري الجوي بمملكة البحرين مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن اعتماد عدد من الدول كشرك عالمي لخدمة الشحن البحرية الجوية بمملكة البحرين ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرا لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة والاستفادة من خدمة نقل الشحنات بين المنفذين البحري والجوي في فترة لا تتعدى الساعتين بالإضافة إلى سرعة الشحن وتنافسية تكلفته مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتقليط العمراني بشأن خط خطفان جزيرة النبي صالح ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من عام 2021 والذي أظهر قدرة الاقتصاد الوطني على العودة لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا حيث أشارت النتائج الأولية للناتج المحلي الإسمي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 20.7% خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بنفس الربع من العام 2020 مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة تصل إلى 12.8% فيما بلغت نسبة نمو النتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في التعامل مع تداعيات الجائحة مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن منجزات اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية 2017-2021 وأخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية لأصحاب السعادة الوزراء بشأن نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع على اتفاقية تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران 2022-2024 والمشاركة في معرض لندن ديسي وترأس مملكة البحرين أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون والمشاركة في أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر